نعم الشيخ لو تحدثنا عن شيخكم الشيخ بن بازا رحمه الله رجيب رحمه الله هذا الشيخ على كل حال أولا ما رأيتم من شيوخي من جهة الأخلاق وهكذا والفطرة مثل الشيخ بن بازا سبحان الله الخلق من هذه الدولة الشيوخ كل ما عنده خلق لكن للشيخ ميزة كبيرة جدا في خلقه العظيم فرعي ف أولا ما كونه لي من شيوخ الاستفادة للسماء أنه لما انتقل إلى الجامعة الإسلامية كما تعرفون وكان نائبا للرئيس لرئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة وكان الشيخ محمد بن براهيم ورئيس الجامعة حسب نظام الدولة في هذه الوظائف فلما انتقل إلى الجامعة كانت له الدروس كانت له الدروس في شرح صحيح مسلم كان شرح بعض صحيح مسلم فهذا الشر كنت أجتهد حتى أحضره أجتهد في الحضور في حضور هذا الشرح وستمعت منه وستمعت منه شرحا لنتفن أو لعدة من الأحاديث أو هكذا وعرفت طريقته أيضا لأنه قبله بعض الشيوخ من الشناكة كمحمد المختار في المسجد النبع وكالأمين وهكذا أحمده لكن الشيخ عبد العزيز طريقته في الشرح الحديث وقفته على هذا على هذه الطريقة ممكن نعرفها شيخنا؟ نعم وباختصار الشيخ كان يشرح الحديث ما يظهر منه بجلاء من الحديث في التراكيف يشرحه وما يؤخذ منه و و قد يكون بعض ما ظهر من نص الحديث أحيانا قد يكون هناك من يخالف من العلماء أو هناك بعض زيادات بعض العلماء على ما في الحديث فهو لا إذا رأى أن هذا الذي يزيده بعض العلماء أو يأتي به وهو علم أيضا إنما يذكره بالنظر العديدة الأخرى مثلا لكن هذا الحديث ما ظهر منه للشيخ يفسره به ويشرحه به وهكذا شرح مختصر من عادة الشيخ الاختصار نعم نعم هذه طريقة العامة نعم رأيتها وهكذا هذه طريقة العامة كما فهمت منه في شره لما شرحه من صحيح مسلم وهكذا في الجامعة شيخنا وفي الجامعة ما ما دروسه في الجامعة ما كان حكذا إلا محاضرات وكذا ومشوى ذلك رأيت إلا محاضرة ومشوى ذلك نعم طيب أسمع المشيخ الآخرين